لحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله دكتور نصر عبد الكريم الخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور عبد الكريم أهلا بك معنا عبر شاشة الغد في هذه التغطية بداية العمال الفلسطينيون في الضفة الغربية كيف قصمت الحرب على غزة ظهرهم أنا أقول المساء الخير لك وشكرا على الاستضافة أظن التقرير اللي حضرتك أشرت له هو محق لحد كبير لأنه لما بتحكي عن 200 ألف عامل كانوا يعملوا في داخل الخط الأخضر وكانوا يتقاضوا بمتوسط أجر يومي من 300 إلى 400 مليون 400 شكل وكانوا يحضروا للإقتصاد الفلسطيني السيولي في نهاية كل شهر حوالي مليار ونص شكل على اقتصاد صغير بحجم الاقتصاد الفلسطيني بالضفة هذا كان شكل سيولي كبير إضافة لأنه كانوا يقيلوا أسر وربما أكثر من أسرتهم العادية الضيقة وأنما أسر الممتدين فجأة وجدوا أنفسهم خارج سوق العمل لهم أربع شهور عاطين عن العمل وبالتالي أولا الخيارات اللي عندهم كانت سواء المدخرات إذا كان لديهم مدخرات أو ممتلكات خاصة إذا كان لديهم ممتلكات خاصة نفذت فأصبح الآن بصريحة في وضع أصعب كثير مما كان عليه الأمر في البداية وهذا اللي بيزيني الأمور صعوبة أنه في أزمة سيوليا أصلا في الاقتصاد الفلسطيني يعني بمعنى أنه حتى الكطاع الخاص اللي بيعمل في الضفة الغربية هو كمان اضطر الاستغناء عن بعض العمال اللي لديه لأنه ما عادش يعمل بنفس الطاقة اللي كان يعمل بها في السابق بسبب تراجع الكوة الشرائية في الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي صار الأزمة مركبة ويلهم العمال اللي جاءوا من الداخل وأصبحوا زادوا العدد ويلهم اللي تم الاستغناء عنهم في الضفة الغربية نعم إذن كيف أثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني وعلى حال العائلات في الضفة يعني تراجعت الكوة الشرائية إلى الأسر الفلسطيني لأنه نحكي عن حوالي 200 ألف أسرة وإذا بدك تضيف عليهم كمان 100 ألف أسرة تضرروا بشكل غير مباشر وابتالي هدول بيعيلوا على الأقل نسبة الإعالي خمس أفراد يعني مليون ونص يعني بيعيلوا حوالي 60% من العائلات في الضفة الغربية ولذلك هذا أدى إلى أنه انزلق كثير من هذه الأسر لدائرة الفقر إضافة لأن القوة الشرائية تراجعت والنزعة نحو الاستثمار والاستهلاك تراجعت لأنه في حذر ولأنه فيش سيولي ولذلك السبب أدى إلى ضرر بكل الكطاعات الاقتصادية التجارية والخدمية والصناعية في فلسطين وهذا أدى إلى تراجع في معدل النمو وانعكس ذلك بشكل أساسي على جباية الضرائب المحلية لأنه طالما فيش استهلاك وفيش استثمار وفيش دخول الجباية المحلية اللي بنسمعها إرادات الضريبية المحلية والرسوم تراجعت وهذا كمان زاد أزمة السلطة اللي أصلاً بتعاني من أزمة مالية قابل العدوان واللي تعمقت نتيجة للإجراء التعسف اللي كانت في إسرائيل باكتطاع مخصصات أهلنا وشعبنا الحبيب في غزي وخصوصاً أنه لا يوجد بدائل وفق التقارير الاقتصادية من الضفة الغربية في التعامل حكومياً مع هذا الملف الكبير دكتور عبد الكريم إذن ما المتوقع هل انهيار للمجتمع الفلسطيني خلال أيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة في حال لم يكن هناك دعم لهذه الشريحة؟ نشوف هو كلمة انهيار كبيري يعني أنا بتجنب استخدامها لأن المجتمعات لا تنهار يعني هي شركات ربما الدول بتتعثر بس منجتمع مثل المجتمع الفلسطيني اللي مر عليه تجارب من ستة ستة وتلاتين لليوم صعب ينهار لذلك في عنا شيء بنسمي رأس المال الاجتماعي يا أخي الكريم تمام هذا مهم للغاية يعني التضامن والتكافل بين الناس والعمل الخيري وهناك كثير من الناس انتقلوا اللي فقد عمله انتقل العمل بالزراع حتى لو اقتصاد منزلي وعندنا هذا النزعة نحو الاعانات يعني نحو التضامن اخ مع اخوه اخ مع اخته يعني وبالتالي يعني بتعدل ازمة صحيح السلطة لا تهم للخيارات واضح لأن الخيارات بدأ تمويل واضح تماما وما في تمويل لهذا السبب اما الدول بتحل ازمة البطالة باعانات ومخصصات نقدية او عينية لست شهور لأربع شهور لما تمر الازمات بتعطيهم مخصصات وهذا مش موجود لأنه بكل بساطة فيش عنا شبكة حماية اجتماعية فيش معنى مؤسسة ضمان اجتماعية والسلطة لا تقدر على ذلك او بتوفر فرص عمل مؤقتة من خلال صندوق وهذا كمان غير متاح ولا القطاع الخاص حتى شركاته الكبيرة قادرة انها تدخل في برنامج تشغيل مؤقت لانه اصلا هي بتعاني وعندها اصلا فائض في العمالة وبعضها فكر بالاستغناء العمالة ولذلك هي ايضا بتعاني ولذلك انا اظن الخيارات جدا محدودة ازمة الاقتصاد الفلسطيني هي ازمة بنيوية العلاقة بسطوة الاحتلال وسيطرته على مفاصل اساسي بالاقتصاد وعلى الموارد ولذلك انا اظن بدون انهاي الاحتلال سنبقى نعيش بنفس الدوامة حتى لو خفت حدة البطالة يعني هذه ازمة عابرة ظاهرة ان شاء الله بنت العدوان واظن الكيان الصهيوني يعني في النهاية لن يستطيع ان يستغني عن العمالة الفلسطينية بس هذا مش الحل يعني استراتيجيا هذا مش حل احنا كلنا نحذر منه ولكن ستستخدم هذه الورقة للضغط نعم استقدام 65 الف عامل اجنبي ليحلوا محل الفلسطينيين في الاماكن التي كانوا يعملوا فيها داخل اسرائيل هذا نقلا عن الحكومة الاسرائيلية من جنسيات طبعا مختلفة الا يعني ذلك ان اسرائيل طلقت العمالة الفلسطينية داخلها حتى لو انتهت الحرب شوف هذه رغبة سموتريتش وابنكفير يعني بصراحة ورغبة الوزراء اليمنيين لكن اقول لك الواقع الريالي بسموه في الحال الاسرائيلي والاقتصاد الاسرائيلي بانهم بحاجة على الاقل 300 الف عامل خارجي يعني كان الفلسطيني غطوا 200 الف ومن الخارج اجا 100 الف ومع العدوان في جنود احتياط وضباط انخلطوا بالجيش وحوالي 300 الف تقريبا رجعوا منهم 100 الف ظل 200 الف ولذلك الاقتصاد الاسرائيلي حتى لو انتهى العدوان لن يستطيع ان يستقدم هذا الكم الكبير من العمال لانه هو يعتقد الاسرائيلي انه هذا كلفته الاجتماعية عالية كلفته السياسية عالية حتى كلفته الاقتصادية عالية لانه بتقاضوا رواتب واجور اعلى بكثير من الفلسطينيين الفلسطينيين اعتادوا على عمل مع الاسرائيليين وربما كمان عارفوا وبعرفوا لغتهم واصلا الفلسطينيين عايشين بالداخل مليون ونص بنيادهم وبالتالي يعني في هذا الالفي مع الفلسطيني التاريخية وبرجعوا بيعيشوا عند بيوتهم وعند اولادهم وبالتالي لا يشكلوا عبق اجتماعي كبير وعندهم انتياجية وعمالة ماهرة ولذلك الاسرائيليين سابقا جربوا في الانتفاضة الثاني ولكن لم يستطيعوا الاستغنال العملي استراتيجيا انا اتمنى ان يتم الاستغنال العملي الفلسطيني لكن بعد انتهاء الاحتلال واجهة بدائل في غزة وضفة وإلا هذا هو اشكرك جزيلا شكر دكتور نصر عبد الكريم الخبير في الشؤون الاقتصادية كنت معنا من رمالله شكرا جزيلا لك شكرا لكم